المتمسكون بالسلطة في العراق يتشبثون بها مهما كلفهم الأمر بالانتخابات أو الاحتجاجات أو السلاح والعنف فقد تتعدد الأسباب إلا أن النتيجة التي يسعون لاهثين إليها تكمن في الوصول إلى السلطة التي تتحكم بمقدرات العراقيين ونهب ثرواتهم فضلا عن تنفيذ الأجندات الخارجية تداعيات الانتخابات البرلمانية في العراق التي دعت إليها الأحزاب والميليشيات أفرزت ما هو أكبر من المناكفات السياسية والاتهامات الكلامية فقد تحول الأمر إلى صراع مسلح وحركات احتجاجية تخبئ خلفها أجندات الميليشيات الخاسرة في عملية التصويت ومساعيها لعادة ترتيب نتائج الانتخابات للحصول على أكبر قدر من الغنائم بعد أن فقدت الميليشيات أي حاضنة لها فضلا عن تورطها باستخدام القمع المفرط ضد التظاهرات ثورة تشرين بحسب صحيفة ذات تيليغراف عناصر الميليشيات الرافضة لنتائج الانتخابات تظاهروا أمام بوابات المنطقة الخضراء والتصادم مع القوات الأمنية في محاول الكاظم لملمة الأمر من خلال تشكيل لجنة تحقيق عليا يكون في عضويتها أمن ميليشيا الحجد على العكس تماما مما كان يحصل مما جازر وانتهاكات ضد متظاهر ثورة تشرين زعماء الميليشيات صعدوا من لهجتهم فهدد قيس الخزعلي بالانتقام من القوات الأمنية التي شاركت في الصدام مع محتجي الميليشيات فيما توعد هادي العامري زعيم ميليشيا بدر بالتصعيد ردا على تلك الأحداث وإن الكاظم سيدفع الثمن أي الذي أصدر الأوامر ومن نفذ سيعاقبون جميعا زعماء الميليشيات أطلقوا تلك التهديدات العلنية والصريحة ضد الكاظمي بعد حصولهم على ظوء أخضر بالتصعيد من قبل قائد فيلاق القدس الإيراني إسماعيل قآني بحسب معهد هيتسون الأمريكي وفعلا بعد ساعات من تلك التهديدات جاءت محاولة اغتيال رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي باستهداف مقر إقامته في بغداد بطائرات مسيرة إيران التي تراقب بحذر نفوذها في جميع أنحاء النظام السياسي والاقتصادي في العراق تواصل دعم شبكة من الميليشيات المسلحة لخدمة مصالحها وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية صراع الانتخابات البرلمانية الذي تمخض عنه صراع السلاح والدم ينظر بتحويل العراق إلى ساحة حرب وتصفية حسابات بين أطراف همهم السلطة وسرقة الثروات دون الالتفات إلى مصير العراقيين الذين يشكلون الخاسر الأكبر في تلك الصراعات